بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحر به أجمعين كنا توقفنا المرة اللي فاتت يا شباب ان احنا خدنا draw slabs and modification على opening وعلى الslab ازاي نعدل ال edges بتاعت الslab وازاي نعملها modify كنا بس بنضغط على الslab كده نضغط نختار الslab بس بيجي لي هنا modify floors بضغط على edit boundary edit boundary بتبدأ تظهر لي الشكل بتاع البلطات ممكن امسح اي خط او اعدل اي خط بحيس ان انا لازم اوصل الى loop مغلقة وإلا البرنامج هيجيب لي خطأ ما طبعا لو عايز اخرج من الامر بضغط close او finish لو انا عايز ادي الامر بتاعي طيب النهاردة بقى الشباب عايزين نتعرف ازاي نرسم share walls في البرنامج وعايزين نتعرف ازاي نرسم foundation بازن الله تعالى طيب اول حاجة يا شباب هنجي من tabl اسمها structure نبدأ نختار wall wall دي يا شباب مش wall دي. wall دي يا شباب تبع تبع tabl اسمها foundations بدال تبع البانل اسمها foundation sorry يبقى اه يبقى ديت ايه foundation walls اللي هي الايه زي الايه والحاجات دي طيب. لكن هنا يا شوهندسين هنخون نشوف ايه نشوف wall structure wall. نبدأ هنا في structure wall عايزين نحدد بتاعتي. ابدأ اقول له ايدي type. في الايدي الطيب ابدأ اقول له duplicate. في الدبلوكيت اقول له عمد الشير والي يكون التخيانة بتاعتها تلتميت ميليميتر. ابدأ اقول له اوكي ابدأ اقول له edit عشان ابدأ اعدل الخصائص بتاعتي. ابدأ من هنا اضغط هنا عشان اختار الماتيريال. وابدأ احط هنا التخيانة بتاعتي اللي هي تلتميت ميليميتر. اضغط هنا عشان اجيب الماتيريال بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده زهرت الماتيريال بتاعتي ولا يكون انا هختار concrete. اختار ال concrete بتاعتي. اه. custom studio مثلا. ابدأ اخش هنا في البروبرت بتاعتي. اه. ده الشكل بتاعها في البلايين بتاعني او في ال 3d view بتاعي. ابدأ اغير الشيدد وغير السيرفز كات. وابدأ اغير السيرفز باترن والكات باترن. وابدأ ادخل الميكانيكا البروبرتز في الفيزيكا. ابدأ ادخل الميكانيكا البروبرتز والباس سيرمال. والكونكريت بتاعتي اللي هي الف سيولينجس مودلس واليالد سترنس والتنسائل سترنس. اه الحاجات دي كلها بنبدأ نعدلها زي ما قلنا المرة اللي فاتت بس احنا بنعدها بسرعة كده بحيس الناس تبقى عارفة احنا بنشتغل في ايه. طبعا يأكد لك ان احنا هنا اعرفنا الماتيريال بتاعتي. ايه بقى مش مهندس باوندري اه كور باوندري وكور باوندري ودي في النص دي بقى لوان هعمل الحيطة بتاعتي متكونة من كزا حاجة عليها عزل من برا عليها عزل من جوة عليها طبقة مسلا اي سيان يعني دي بتهتم بتوع معماري كويس. بعد كده كليك اوكي كليك اوكي. اه تعالا بقى نشوف الشير وال بتاعتنا بتترسم ازاي يا شباب لازم اول ما اه ده غلط كده جابلي موديفاي اندي بليس استركشور وال. اه بيجيبلي الايه? اه نجد كور او من دور الارضي ولا تنزل الليفل من اللي فيه لليفيل التاني ولا انت عايز يا باش مهندس تاخس ايه طلع اه اه هايت لكن انا عايز انزل من دبس لليفل. طيب اه اه اللوكيشن 선생님 يعني مكان السنتر الاين اللي انت هتمشى في امشى مهادسين يعني اما اول اه سنتر الاين س congrواس او كور سإن الرائن لو انا عندي كور او فيس فانيس اكستيريور او انتريور او الكور طبعا هناشتغل دلوقتي على الوورسين دون راين. الشين دي يعني شين دي بش مهندسين يعني انا مستمر يعني بعد ما رسم الوورسين دي يبدأ الامر مستمر معي زي الملطبل بتاع الكوبي بالزمت. طيب. الافست دي بش مهندسين لو انا ضغطت افست يبا انا هعمل بيك لاين زي ما احنا اخدنا في الجريدات ويه ويه الليفلز. طيب هنفتر وورسين اولاين. نبدأ نرسم الشير وول بتاعتنا وليكن احنا هنشوف الشير وول هنا كده من بداية العمود ده كده. لعند العمود ده كده. ده شير وول اهو. هضغط كده. بدأ يرسم للشير وول بتاعتي. طبعا دي بترجع على حسب بقى الامكانيات الجهاز بتاعك. بقول لي طبعا الايليمت بتاعي موجود في اا الايليمت تاني. مش مهم احنا كده كده هنشيلها ونزبطها دلوقتي. عايز اشوف في الستري دي اشوف الشير وولز بتاعتي ترسمت ولا لأ? ابدأ اجيب بتاعي. هتلاقي ان الشير وول بتاعتي ترسمت. لو جيت بس اجيب اا شيدد مسلا عشان الموديل يبقى خفيف معايا بس كده شوية. هلاقي ان الشير وول بتاعتي اتعدلت. اترسمت ايه. طيب ارجع تاني كده في البلان. اا عايز احزف بقى العمود ده بشواندسين كده. دليت. اي عمود بحدده واعمل له دليت عادي. واحزف العمود ده واعمل له دليت. بحيس ان انا ارسم السنتر لاين بتاع او ارسم الشير وول من هنا لهنا. طبعا لو انا عايز اعدل هسحبها بس فوق كده. وليكن بدايتها هنا كده. واضغط. بالماوس بتاعتي. ده التعديل في الشير وول يا شباب. بمسك. ممكن تكتب الابعاد بتاعتها هنا. ممكن تغير اا المكان اللي انت هتحرك فيه. ممكن هنا كده تضغط مع بداية الخط بتاعك كده. عشان تبقى بس ايه. اوكي. كده اا دخل اتنين في بعض يعني. فهو البرنامج بيعرفني ان فيه هنا حاجة دخلة مع حاجة دخلة مع حاجة. عشان يبدأوا يشيلوا بعض. اي ابعاد بتظهر قدامنا كده مش مواندسين ان انت ممكن تعدل في الرقم ده بحيس ان الشير وول دي تيجي كده او تطلع فوق او تنزل تحت على حسب الابعاد بتاعتك. لعند الان حد اا عنده اي مشكلة في اننا ناس مشير وول يا شباب. اا. المفروض ان الشير وول دي تنزل تحت اا البلاطة ما تبهاش جهرة في البلاطة فانا هختار البلاطة بتاعتي البوندر بتاعت كده. المفروض يعني. واختار حاجة اسمها. جوين. جوين. يبقى جوين ديت هختار البلاطة. واجي اختار الشير وول. وهم دغط اوك. كده نزلت لايه البلاطة تحتها. نزلت الشير وول تحت البلاطة. كده نزلت الشير وول يبقى نزلت تحت الايه تحت البلاطة مش مواندسين? وهده منزر الشير وول بتاعتي. لو جبنا هنا من جبنا هنا اه , ولاكن الاس مزيد كده او جبنا عشان نشوف اه بتاعتنا عاملة ازاي. لو جينا نروح لأي من البلانات كده وليكن ليفل تو هنلاقي ان الراجل بتاعي اترسم في البلان اهو. ده الواير شادد اه بتاعنا الشي وول بتاعتي. حتى ما بختارها كده يا بشمهندسين لو اختارت الول دي هيبدأ يجيب لي بتاعتي تمام كده? تمام بشمهندسين. اه دلوقتي عايزين ندخل يا بشمهندسين في حاجة تانية الا وهي الفوانديشن. اه طبعا عشان نرسم الفوانديشن يا بشمهندسين لازم نقف في ليفل وان اللي هو بتاعي. البيز ليفل طيب عايزين دلوقتي نرسم دي طبعا اماكن الفتحات بس ان هي بدقة من من تحت الفوق لكن مش مهمة عندي في البلاد طيب عايزين نرسم الفونديشن هنيجي من التابل اسمها ستراكشور نيجي مسلا نرسم ايسوليتد فوتنج نضغط على ايسوليتد فوتنج نبدأ نختار الديمينشنز بتاعتها عندي الديمينشن بتاعتي هنقول له مسلا ايدت نبدأ نعمل دوبلو كيت اه ماشي شير وول تو نبدأ نغير الابعاد مسلا مترف متر مترف مسلا نعملها متر متر عشرين في متر تمانين في تاخنة وليكن اه خمسين مليمتر اهام ونبدأ نقول له كي اه بص يا بش مهندس بكل بساطة خالص هتبدأ ترسم الايه الاعدة بتاعتك يا بش مهندس بص كده يا بش مهندس تبدأ ترسم الاعدة بتاعتك ببساطة خالص طيب دي اول طريقة الرسم الايه القواعدة يا بش مهندسين طيب زي ما احنا خدنا في الأعمدة ممكن نحزف دول بقى كده بコントرول نختار كله الكونترول كده زي الويندوز العادي نبدأ نعملهم دليت ونيجي من اي ودلوقتي ممكن اد جريد اد جريد ده باش مهندسين ان احنا هنختار كل الجريدات كده ويحطيلي تحتها ايه? الفونديشن بتاعتي. عمل لي الفونديشن بتاعتي زي ما انت شايف كده باش مهندس. وان لازم اضغط فنش. طبعا انا خرجت من الامر يبقى هرجع تاني اه انا لسه مستمرة هو اد جريد وهم اختار ده كله كده. تمام? وقول له فنش. عشان يرسم الشغل بتاعي. انا واقف في ليفل وان يبقى اد جريدز. اختار ده كله كده. تمام اقول له فنش. كده رسم بتاعتي. طيب مسلا يا باش مهندسين عندنا قاعدة زي دي كده عايزينها قاعدة طويلة شوية. عايزينها قاعدة طويلة شوية ممكن نشيل القاعدة دي خالص ونشيل القاعدة دي خالص ممكن آآ نشيلها خالص ونعرف قطاع جديد خالص للقاعدة دي. ليه الشير وول بتاعتي دي لو قلنا ايزوليتد فوتينج. وبدأنا نعدل ايد الطيب. بدأنا نقول ان دي شير وول مسلا او ديت الايزوليتد فوتينج بتاعة القاعدة الشير وول. ايزوليتد فوتينج. وليكن مسلا طولها مسلا تلاتة متر. في متر ومتر مسلا عشرين. في تخانة خمسين ملي متر. وقول له اوكي. نبدأ ندخل الويدس بتاعنا هو. والطول بتاعنا نخليه تلاتة متر. والتخانة بتاعتنا هي. ونقول له اوكي. تعال نرسل الشير وول دي كده اهجاتة هي. لسه طبعا الشير وول ما تزبطتش كمان. آآ نخلي الطول بتاعها اطول شوية. ايزوليتد. طبعا على حسب الابعاد المفروض ان انت انا عامل ديزاين او عامل ابعاد مبدئية على الاقل للحاجات ديك. فبالتالي عندك آآ الابعاد بتاعتك لكن احنا عشان احنا بنشرح طبعا فبنفرض اي ابعاد دلوقتي. فياجي هنا ايوة السين اونلاين اهو. وابدأ اقول له اوكي. آآ كده انا رسمت الشير وولز بتاعتي. طيب بصة باش ماندسين لو انا عندي آآ العمود بتاعي مسلا العمود ده دائري. يبقى القاعدة بتاعتي دي اكيد قاعدة مربعة. خلاص تعال نشوف بقى كده من ايزوليتد برضو. نعمل ايدت طيب. ونبدأ نعمل دوبليكات ونسميها مسلا بتاعة السيركولر كولم. سيركولر كولم آآ فوتينج. آآ سيركولر كولم. السيركولر كولم دي بل يكون هنعملها متر وعشرين في متر وعشرين في الخمسين بتاعتي. ونقول له اوكي. يبقى نحط المتر عشرين في المتر عشرين هنا. طبعا بشتغل بالميليميتر واقول له اوكي. وابدأ اختار العمود بتاعي هنا كده. تمام كده باش ماندسين. ده كده بالنسبة للأواعد بتاعتي لو جيت اشوف في من البروشيكت براوزرز. ممكن اجيب من هنا عشان يظهر لي شكل الاواعد بتاعتي. اهو المنشأ زي ما انت شايف كده باش مهندس. ده المنشأ بتاعي بالاواعد بتاعتي بكل حاجة فيه. تمام كده باش مهندسين? تمام كده يا باش مهندسين. طيب. آآ كده بالنسبة كده يبقى احنا وصلنا النهاردة عتعرفنا على ازاي نرسم شير وولز. وازاي نرسم الفونديشن. وهنا استكمل المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.